الحمد لله الرحمن الرحيم وصلى الله وعلى سيدنا محمد وسلم تسليما أونك يا مهين وبك نسعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام حلاما لا نبي بعده أما بعد فهذه سحادات المريدين في أمداي خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم الخادمين وهي لحب الله تعالى سيد محمد الفخامة ابن السيخ سيدي أصحاب المعالي الوفد المرافق لفضيلتكم ولزعامتكم كما قال الشيخ دائرة مقدمة القدمة اللجنة العليا المكلفة بإدارة شؤون المسجد الجامع الكبير والمكلفة أيضا بشؤون كثير من شؤون الخلافة العامة مثل تنظيم إدارة المقبرة ومثل تنظيم كثير من الأمور حياء ليلة المولد جانب من الاحتفالات في موسم الكبير مقل طوبة وكثير من الأمور هذه الدائرة تحمل اسم دائرة مقدمة القدمة وهي برئاسة الإمام جامع الشيخ عافية بوسو وطاقب متميز الإخوة الذين يساعدونه في المهمة ويحضر منهم الآن ابننا هذا البار السيد عبد القادر بوسو وهذه الدائرة تقوم بنشاة أنشتة كثيرة جدا الشيخ عبد الخادر تفضل قال لك الشيخ تفضل ولهذه الدائرة مكانة كبيرة وهي جزء من الخلافة العامة تتلقى أوامر مباشرة من خليفة العام الشيخ محمود للمنطقة ولها عدة أنشتة إضافة إلى تحسين غروف المسجد أولا توعية الناس كيف يعبدون ربهم توعية أهل المساجد كيف يؤذنون على طبقا للمذهب المالكي والإقامة والموارث وما إلى ذلك وتثقيفهم بإقامة عدة دروس محاضرات خاصة طيلة شهر رمضان الكريم شهر رمضان إن شاء الله نتمنى أن نراكم في رمضان القادم أو بعده إن شاء الله كل يوم تقام هنا جلسة علمية بين العصر إلى المغرب بعدة مواضع مهمة جدا يتولاها مجموعة من العلماء والباحثين ويقومون أيضا بفتوى الاستفتاء الناس يجيهون إليهم عدة أسئلة ويقوم العلماء بجمع الأسئلة والأجوبة عنها على الوجه الأكمل والأحسن أمر جماعي ويقومون بإفطارات كبيرة جدا جدا في رمضان يفطر هنا يوميا ما يزيد على ألف سخص إضافة إلى ضيوف والسخصيات والعلماء ويقومون بدور مهم جدا مثل تسوية الصفوف وما إلى ذلك إضافة إلى الصيانة وما إلى ذلك فلهم منا جزيل الشكر هذه الدائرة تحمل مسؤولية كبيرة جدا هنا في طوبة على مستوى الطريق المردية وعلى مستوى الخلافة العامة وهي ترحب بك الآن ويمثلهم كبيرا قلت لك ابننا وابن أخينا عبدالقادر بوسو يرحبون بكم جدا في هذا المسجد المبارك مسجد الجامع مسجد طوبة الذي يعتبر أول وأقدم أول مسجد وأكبر مسجد عفوا هنا على مستوى السنغال وبعض الباحثين يقولون على مستوى غرب إفريقية يرحبون بكم كما يريقوا بجنابكم المحترم ويقول لكم مرحبا وأهلا وسهلا في بيت الله في بيت هذا البيت من بيوت الله مسجد الجامع لطوبة يطلبون منكم كلمة إن شاء الله توجيهية عادتكم إن شاء الله بهذه الدائرة دائرة مقدمة القدمة التي تتولى إدارة هذا المسجد كما يطلبون منكم أيضا دعاء شكرا وشكرا لطوبة 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 تعرفي سريم عافي؛ كان مجددا و شهيخ عبد الأحد الشيخ عبد الخادر يجب أن تتعود في الأولى سمعته الكثير من شهيخ محمد المنطقا ých سريم سريم في نهاية تتكلم و سيخي دين لكم و سيخ أنت اخلاه في شيخ محمد بحقام كان يدورينا كل شيء يدورينا كل شيء في المدينة ويقالت ليس في النساء الأسرعيّة ويقالت إلى المدينة إلى الوسط كما يتحرك هذا الاسلام على كل شيء من المدينة طبعا سيكون تطورينا أيضا كل شيء يمكنك التطوريه من أن يكون هناك كل شيء يمكن الأمر في المدينة في بعض المرات ، فلن اتبعني الكثيرون فقد قد تجريل السبب فإن السبب كتبت لتدخل ، العباء اللامين فقد أتبعني الكثيرين التي سأتنظر فهو قدميها وقادت لأطعام المعرفت من الأعمال سيكون في عجبه كان يتشكر فقدت مشروحكم في مجمع ويجمع في ادخل الآن شهر اليوم كان يبدوا تلك اليومIR نحن في الدخول والاقاة هذا يمكنك القول وأنهم نحن يكون في طباء كان يكون ذاً يكون في طباء رأينا في الدخول منزه ماذا يمكنك إذن خالف فروضون الانتصال في حقيق من المحاولة من ويج though وفي سورة طلبة التعامل فقط نتصالix من الفريق وما نتصال لك وهناك تعليم من المحاولة ولكن هذه الفيضات تدعون لذلك يفعلهم على المحاولة Archimال هي الخاصة , نفس الأمر وفي و bli كولان يجب فانها افضل تكمل ويتم التقدم ومن المنزل ويقنوا بداية ويقنوا بداية ويقابلين كتابلين ويقابلين لذلك من أثناء من الملحول المختلفة ويقال هؤلاء الألميس الموضوعية من بلاد سمسولة بربما يقابلين ويقابلين كما هكذا في المرات الساعة الى اللحفت على إعادة إلى الأمسولانية هناك إليهم من ذلك و لكن يتعلم أنه يكون جدًا يتعلم فيها لأنه يتدعون إلى الأدوات إلى الأدوات من أننا مجانا ا jusقلالًا اشتركوا بهذا الساق كم يتعلم ولكنه يتعلم لأنك يتعلم بها نحن فتح متعلم بها فقط نتعرف من قد لدينا اعطاء الله وفرصاني فقط يتوسعون بفرصاني فقط نقوم بفرصاني نعم بفرصاني لدينا احطاء الله شكرا للمشاهدة أخ المرتضى بوص على نتائجها ونظرت بعيني ما قدرت أن ألاحظ في وقت ضيق وهي إدارة مهمة فشزى الله القائمين عليها خرا وشزى الله الشيخ الخليفة العام على هذه الإنجازات وأوصيكم بتحمل المسؤولية في كل وقت فإنكم في مشروع وأهم المشارع بيت الله عز وجل والقراءة فيه والدروس الرمضانية وما شبه ذلك إن مشاعر دينية ونحمد الله عز وجل لنحن على آثار ما ترك لنا هذا السلف الصالح ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك هذه الإدارة مهمة ومشروعها مهم وهي اسمها كموسومها فهي تحمل دائرة مقدمة الخدمة وهي أصل الحقيقة هي المقدمة في الخدمة والمقدمة المقدمة بمعنى أنها الأمامية وهي المقدمة في الخدمة لأنها هي أهمها أعانكم الله على ذلك ويسساكم كلكم خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الملاس الذي يرجو نجاة بي دنيا واخرى فليتهم له جارهم ووالذي خديث بأن زيارتي لكن لساني له كالخل بسواره ووالذي خديث السلام عليكم على أشرف المرسلين أنا محمد محمود اللواهو من تلاميذ الشيخ المرافق من مريده ومحبي 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 وكيسدية كلهم نوه بهذا الاستقبال اللي عدا للشيخ الفخامة اللي عدا له الخليفة العام الشيخ محمد المتقى وسفيره بوسه مرتضى سيد القاضي وهالي المكتب اللي شاهدنا اليومات إياها عمل جليل من أعمال الخير وراجم عند الله تبارك وتعالى على أنه يقبل العمل فيها وجينا وركات إياها للمسجد للمسجد وإدارته واطلعونا مقدمي الخدمة على هذه الأعمال اللي هونات إياها من أعمال الخير كاملها من كنس المساجد ومن الإقامة على الأذان والإقامة ومن إقامة على نظافة المسجد وعلى أفريشته وعلى دروس الرمضانية والمحاضرات وإفطار وإفطار الصائم فيه وأعمال الخير كلها فتبارك الله كلها جيدة ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبلها ودور الله يتقبلها إن شاء الله بهالي من علامة قبول عملهم استضافتهم لهذا الشيخ الفخامة الله تبارك وتعالى منين يعود اللقاب العمل هي أسباب القبول ومنها إن شاء الله زيارت لكم هذا الشيخ ما قضي جل بلاد الحمد لله ما زارت ومحط البركات لكنه هو جامع الشيخي والحمد لله وذاك كامل ستشاهدونه إن شاء الله ستجاهدون نتائج هذه الزيارة من الله تبارك وتعالى ومن الفتوحات ومن كل شيء ومن الخيرات ومن المسرات إن شاء الله يدكم الله بنصره وجمع بينكم بين أسرتين الشيخ الخديم والشيخ السيدية في خير ومعافية وأدام ذلك العز وأدام ذلك التواصل وتلك الجسور التي تربط الأسرتين وتربط البلدين موريتانيا والسنغال راجعين لله تبارك وتعالى شيخنا يرجو لكم النجاح والتوفيق وراجعين للخليفة العام وطول العمر والسعادة وعن مشروعكم وعنه يستمر إن شاء الله دائما تموا كل يومين تجددونا بهذه اللي وحلين فيها فكار الشيخ الخديم يهي اللي أنتم كانكم تنفذوها وأدام ذلك ماهي ليتوف ألاكات إياها بهذه اللي الله تعالى وستدوموا بدوام الإبدي إن شاء الله لا يشتمروا وشمروا عن سواعدكم وواصلوا وإن شاء الله علاقتكم مع أهل الشيخ لا من أعمال الشيخ الخديم ومن بره ومما كان ينوي وواصلونا واصلنا على الدربي نرجو لكم النجاح ونجاحكم إن شاء الله ما دم تتصلون بأهل الشيخ السدية والشيخ الفخامة ستكون أعمالكم مكللة بالنجاح ومقبولة عند الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على محمد والسلم اللهم أصلح حال أهل دائرة المسجد وتولهم وسخر لهم القيامة بوظيفتهم اللهم أصلح حال البلد وغيره من بلادنا اللهم أصلح موريتانيا والسنغاد اللهم أصلح بلدتين أبات لميت وطوبا اللهم تولى أهلهما اللهم أصلح ذات بين أهلهم وتولهم واجمعهم كلمتهم على ما يرضيك اللهم أصلح هذا الجمع وغيره من جموعنا اللهم أصلح المسلمين في كل مكان اللهم أمدهم بعونك اللهم سخي للاعمال الخيرية في كل مكان أن تدوم وتقام على حالها وسخل الأعمال الصالحة في طوباء أن تقوم وتدوم على حالها اللهم بارك في خليفتهم وبارك في مريده وبارك في جميعهم اللهم 빌دديني اللهم بارك في مجمع للاعمال اللهم بارك في مجمع اللهم بارك في مجمع من pathيا لا يت Perhaps اشتركوا في القناة